قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إنه يهضف للتوصل إلى سلام يضمن الشعب الفلسطيني التعيش بالسلام مؤكداً أن مقفه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين وخلال مؤتمر صحفي عقب رفع محكمة العدل الدولية في لهاي أولى جلسات مقاضات إسرائيل بتهم إبادة جمعية في غزة شدد الفريق القانوني على أنه ليس هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجمعية التي ارتكبتها في قطع غزة مشيراً إلى أن المناظر المروعة التي شهدناها في غزة حولت القطاع إلى قبر كبير العالم لم ينجح في وقف أعمال الإبادة الجمعية التي تتكشف أمامنا في غزة والأسرة الدولية تتبنى موقفاً سلبياً تجاه تلك المجازر والمذابحة النساء والأطفال في مخيمة اللاجئين وفي المدارس وفي المستشفيات استهدفوا ما أدى إلى ما تسبب في أزمة الإنسانية ونحن نطالب وبشكل قاطع الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتفعيل مادة النادر استخدامها المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والأمين العام أنتونيو كوتيريس في 6 ديسمبر طالب مجلس الأمن بالقيام بما هو لازم لمنع كارثة إنسانية هائلة